أهلاً وسهلاً بكل التنميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة استعداد لفروض المرحلة الرابعة أو الفرد الثاني للدورة الثانية للمستوى الخامس ابتدائي نشوف نموذج للفرد الثاني الدورة الثانية لمادة لغة العربية للمستوى الخامس ابتدائي إذن نموذج على شكل بدائر أتلقوا في الوصف لكي تخدموا نموذج وتساعدهم زيان امتحانات إذن نخدموا فهد نموذج مفهوم المقرؤ ونبدأوا بأول حاجة قراءة النص قراءة جيدة إذن عندنا النص يتحدث عن نجم من بلادي ولد سعيد يوم 2 وانبير 1959 بالقليدرة حيث يعد واحداً من أبرز الأبطال العربي والعالميين في التظاهرات الأولمبية والعالمية الريادية الكبيرة بدأت رحلة شهرته الواسعة النطاق ومكانته الخاصة جداً في تاريخ الرياضة العالمية بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم لمسافة 1500 متر عام عام 1983 قبل أن يحقق الإنجاز التاريخي في ألعاب لوس أنجلس الأولمبية عام 1984 عندما طوق عنقه بالذهب الأولمبي في سباقه مشهود خفقت معه قلوب الملايين العرب كرس سيطرته على مضامير ألعاب القيوة في الثمانينات بعد أن فاز ببطولة العالم عام 1987 في روما وحتى من رقم القياس العالمي لل5000 متر ليصبح أول رجلين ينزل تحت حاجز 13 دقيقة عرف بأنه أسطورة ألعاب القوى العربية بدون منازع وهو من طينة الرياضيين الذي قل أن يجود بهم الزمن خاصة في أيامنا هذه حيث أكد على أن للرياضي العربي مكانا على منصاص تتويج الأولمبية والعالمية طالما تعلقت همته بالمعدن النفيس إنه البطل الأولمبي العالمي المغربي العداء سعيد أويطا البطل الذي أتهش العالم بإنجازاته وأرقامه القياسية العالمية على مدار عقد من الزمن والذي أكد أن آتار قدمي الدهبتين محفورة في الذاكرة الرياضية العالمية إذن كما شفتوا أن النص يتحدث عن البطل العالمي سعيد أويطا لكان معروف ألعاب القوى حصل على عدة جوائز وأصبح عالم أو بطل عالمي بدون منازع لمدة عشر سنوات يعني عقد من الزمن إذن انتلاقا من قراءتنا النص عن جبه للأسئلة أولا اقرأ النص أعلى وأجب على الأسئلة الأسئلة بوضع علامة إكس في الخانة المناسبة إذن كيقولنا ما نوعية النص إذن خطبة أو رسالة أو مقالة إذن بعدشك الرسالة مشي رسالة خطبة يعني هذا من ما نشوفه بيان اليوم على شبكة العنت الناس معناها مقالة إذن نكتب مقالة إذن عمشي سؤال ثاني يتحدث النص عن بطل في كرة القدم ألعاب القوى أو السباحة إذن أساعد أويطا هو بطل عالمي في مهدى مشي كرة القدم ألعاب القوى إذن عمشي داب السؤال الثالث وحيث السنة التي عرفت بداية شهرة سعيد العويطة الرياضية إذن كما جاء في النص أنه بدأ في سنة إذن 1983 لحقق فيها إذن بعد فوزه في مسافة 1500 يعني سنة 1983 إذن إذن 1983 ما هي المسافة التي نزل فيها أويطا عن حاجة 13 دقيقة إذن عن حاجة 13 دقيقة نزل إذن في مسافة ماذا؟ 5000 متر إذن 5000 متر كم دامت حقوبة تألغ سعيد أويطا؟ إذن هنا نقلونا دامت عقد من الزمن يعني دامت عشر سنوات إذن نكتب هنا دامت عشر ماذا؟ عشر سنوات يعني عقد نعملو هنا يا عقد من الزمن عقد من الزمن إذن ضع عنوانا آخرا مناسبا للنص إذن العنوان هنا ممكن تبضعه بثاف العنوين كاقتراحات مثلا البطل العالمي سعيد أويطا مثلا بطل المغرب سعيد أويطا إلى آخر نكتبه البطل العالمي ومن بعد نكتشفه في النص كاللي كيبدأ مثلا نكتبه غير البطل العالمي إذن ممكن نزيده البطل العالمي سعيد أويطا ولا البطل العالمي سؤال سابع ET بماذا؟ بعائلة كلمة عرفة وتحتوي على نفس حروف الكلمة الأصل مع الشكل إذن بالنسبة العائلة ممكن يقولك عائلة كلمة هي اللي كتكون نفس الحروف الأصلية دي الفعل اللي هي العين والراء والفاء وكتخرج كلمة فيها نفس الحروف الأصلية اللي هي الفعل المدارع اسم فاعل اسم مفعول مصدر إلى آخره إذن مثل عرفة ممكن عمله غريعرفوت يعرفو ممكن عمله مثلا اسم فاعل عارف ممكن عمله اسم مفعول معروف ممكن مثلا كتبه معرفة معرفة نعم إذن نتقل إلى السؤال الموالي استخرج من النص معنى الكلمة التالية إذن ما معنى ارتهدت؟ ارتهدت له قلوب ألاف مغالبة معنى خفقت إذن خفقت أو اضطربت إذن هنا نكتبه عندنا ارتعدت عندنا في النص خفقت خفقت إذن ما مفرد الكلمة التالية مضامير مضامير السباق مفردها مدمار إذن مفردها مدمار إذن السؤال العاشر ما جمع الكلمة التالية الزمان؟ الزمان الأزمنة 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 إذن بهذا التمرين كنوا سهلين تصحيح لها النموذج أتمنى أن نكون في تكم شكراً وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر